النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب قال إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من سيدات وفتيات تعرضنا للنصب من تطبيقات التعارف التي بتزعم النغرضها الزواج أبليكيشن بينزل وده إحنا بنشوفه بقى وحدس ولا حرج والتليفونات دلوقتي فتحت ما فتحتش بتلاقي الإعلان في بعض المركات للأسف بتقتحمها الإعلانات طبعا ما دارش أقول إيه هي بس خدوا بالكم من الكلام دي أضاف خلال تصرحات له إن هناك من ينخدع فيما تنشره صفحات هذه التطبيقات وأبرز ما جاء في تصرحات النائب أحمد بدوي نركز يا جماعة عشان بناتنا وعشان إخواتنا وعشان ساعات بينيجي برضو حاجات لزوجات فاضلات متزوجات يعني النصب بيبقى بأكتر من طرق بس يبقى لو حد متزاوي يجي له عن طريق شغل فرصة عمل زيادة دخل ما هو يشوف الظروف بتاعة الأسرة إيه ويخش لك منها يعني قال إنه تم رصد بعض هذه الصفحات مع اختار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات دي خطوة كويسة هناك أكثر من 3000 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس هذا الأمر 3000 صفحة ده ده اللي تم رصده 3000 صفحة مؤكدا أن هوية أصحاب هذه الصفحات مجهولة طبعا وقدر يدورها من أي حتة من بره مصر من جوه مصر يشغلها زي ما هو عايز سعب يبقى أكتر من واحد أكد النائب أحمد بدوي تحذيره للمواطنين وبخاصة الفتاة والسيدات من الإنصياق وراء هذه الصفحات لسيما أن عددا قليلا للغاية من الصفحات يمكن اعتبرها مطابقة للضوابط والمعايير ولكنها غير مرخصة يعني ممكن تكون في صفحات محترمة نقطة مهمة لكن أروح ليه للحتة اللي فيها ما خلوني في الحاجات اللي هي أنا عارفها لو أنا بدور على ارتباط أو على جواز أو إحنا كمجتمع مصري آه الدنيا اتطورت والكلام ده كله بس يعني مش هيبقى السوشيال ميديا هو الأمان اللي أنا هدور فيه ده بيروحوا من خلال الفيسبوك والمسينجر وأرقام مجهولة اتبعت على واتساب وواحد يلاقي مكتوب خدوا بالكم يا جماعة معلوماتكم العامة ما تبقاش متاحة لحد يلاقي مكتوب من واحدة متزوجة ويخش يعني يستعبط ومرة بقى يعني شخصيا جات لي شكاوي وتتبعت الشخص ويقول لي ايه اقول لها يا فلانة طب انتي تعرفي فلان تقول لي لا اصلا لقيته عند فلانة طب يا فلان تعرف فلان لا اصلا لقيته عند فلان يخش يقطح من ناس ويخش وسط ناس يلاقي نفسه عند 15-20 واحد فيدي مصدقية للأصدقاء المشتركين انهم يخشوا تيجي تدور 15-20-30-50 المشتركين محدش يعرف ويبتدي بقى يتسرسل بقى معكسات او مش عارف ايه او ليهم اسلوب وليهم طريقة فمن فضلكم ناخد بالنا منها يتم على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات الفيسبوك هذه التطبيقات كل الفتيات وكل البنات وكل السيدات المتزوجات يتعرضن بشكل او باخر بطريقة او باخرى من خلال وسائل الاتصال والمحادثة من ايام مش بقى تكلم على المسينجر والواتس وتليجرام من ايام الايس كيو اللي هو كان في بداية اواخر التسعينات اوائل ما كنا لسه بنتعامل مع النت بالكارت الشحن والكلام ده كله فحتى بعض الرجال يتم النصب عليهم يعني خليوا بالكم مش السيدات بس وبعض الشباب يتم النصب عليهم فالموضوع جماعة ما تحطوه السكاتكو في حد ما تسكوش في حد بالذات في المواضيع دي ولا في ماليات ولا في جواز ولا 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 كل عالم افتراضي في افتراضي نتعامل معه باحتراس في حاجة حلوة وفي حاجات وحشة